يصف بعض السوريين البادية السورية بجنة بلا ناس فهذه الفياف الشاسعة الواقعة شرق البلاد تكاد تخلو من التجمعات السكانية الكبرى لكن البادية التي تحتل نحو نصف مساحة سوريا باتت أخيرا تستقطب حضورا بشريا متزايدا في ظل ما يشبه سباقا عسكريا للسيطرة على الخط الحدودي الشرقي لسوريا مع العراق يقوده من جهة التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة والقوات المدعومة منه ميدانيا ومن جهة أخرى القوات النظامية السورية مدعومة بحليفيها الروسي والإيراني شمالا تخوض قوات سوريا الديمقراطية قسد مدعومة من التحالف معركة الشرق السوري في محافظة الرقة حيث تميل موازين المعركة ضد داعش بالطراض لصالحها بينما وصلت القوات النظامية السورية إلى الجانب الغربي من نهر الفورات بسيطرتها على بلدة مسكنة في الريف الشرقي لمحافظة حلب أما قسد فقد ضيقت بسيطرتها على سد البعث الاستراتيجي على الجانب الشرقي من نهر الفورات وعلى ناحية المنصورة الخناقة على داعش في الرقة وقطعت نصف الطريق في اتجاه المدينة بالتزابن مع إعلان قياداتها انطلاقة وشيكة لمعركة تحريرها غير أن اعتماد الولايات المتحدة على القصد في معركة الرقة يثير توجس تركيا التي تتهم أحد أقوى أذرعها لجان حماية الشعب الكردي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور لديها رغم نفي الأخيرة للتهم وقد سعى رئيس الوزراء التركي بنالي يلدرم إلى التخفيف من حدة التوتر مع واشنطن في هذا الشأن مؤكدا أن أنقرة تلقت ضمانات أمريكية بأن الاعتماد على اللجان الكردية هو تكتيك عسكري لن يدوم وأن إجراءات اتخذت لضمان عدم انتقال أي سلاح من الوحدات إلى حزب العمال الكردستاني أما في الوسط فتحقق القوة النظامية السورية تقدما في بادية تدمر باتجاه الحدود العراقية السورية حيث تسعى لفتح طريق نحو السخنة ومنها باتجاه محافظة دير الزور الحدودية مع العراق في المقابل يأمل لواء سود الشرقية وجيش مغوير الثورة المعارداني والمدعوماني من الولايات المتحدة بعد أيام من انطلاق معركة الأرض لنا في البادية السورية بالتوجه نحو دير الزور انطلاقا من منطقة التنف الواقعة قرب المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن وحيث أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري وأعلنت استعدادها للتصدي القوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية التي تدعمها ولا يقتصر السباق نحو الحدود على الجانب السوري إذ أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران سيطرتها على ناحية البعاج المحاذية الحدود مع سوريا من قبضة تنظيم داعش وذلك في إطار معركة تخوضها غرب محافظة الموصل وحددت أهدافها بالسيطرات على المنطقة الحدودية